بسم الله والصلاة والسلام على مولانا ورسول الله الأخوات كديرين لبس عليكم بخير انتمنى ان شاء الله الفيديو لقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول ليه مرحبا بيك واشترك معي يوفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييي ممكن تخدم بالماكينة الرباطي ولكن يجب علينا نسترع عليها مزيان يجب علي الماكينة تكون مريقلة مزيان ثاني حاجة الخيط كنخدمه بضلة اصنع الخيط ديال الخياطة الخيط ديال الخياطة مايكون شداك الغليط يكون رقيق واللي كان عمره به البواطة مجان ولي كنجيرو من التحت وكنزيرو البواطن مزيان يعني كتزير الدرجات انه منين كتجري الخيط كتحسي به ما كيتجرش بسهولة يعني الخيط كيخصو يكون مزير مزيان عاد كنجيو للفوق يعني الخيط باش كنخدمو من الفوق هنا إلا خدمنا بسقلي كما كتشفوا معايا إلا خدمنا بسقلي فهو ما كيكونش مشكل يعني ما كيتقطعش وكيمشي معانا بسهولة إلا كنت الماكينه مريقله إلا كنت الماكينة مريقله أم إلا مكانش مريقله يعني نفس اللون الي درنبأ من الفوق أو لا كيكون اعني خيط هذا يكون قاسح شوية يكون قاسح هذا يزوين في الخدمة لا يقطعش تقريبا بحال سقل يعني كيفي انك تريقلي الماكينة و يخدملكم مزيان ولكن هذا الخيط هذا لا يكون متوفر دائما و لا متوفرش في جميع الالوان يعني تقدر تلقيه في شي الوان وتقدر ما تلقيه ما تلقيهش عند كل شي قليل اللي كتلقيه عنده يعني اما كان نترزو بالخيطة ديال الخياطة لانه اصلا الترز المسوس را كيت تترز اصلا بالخيطة ديال الخياطة العادي يعني هادو هما هادو هما الخيوطة باش كيت تخدم هنا الطريقة باش خدمت يعني كما كتشوفو يعني تراسيت بالماكينة هو اللوول خدمت التشنيف هو اللوول عمرتهم زيان عادي كان نجيل كل وريقة بوحدها كل وريقة يعني كندوز عليهم الخياطة من الجنب كندوز عليهم هكا زيك زاق يكون من الجنب عادي كان نجي كان نخدم الكاوية اولا ممكن ذاك المقص ديال الحديد ما كنقطعو به تشنيف اللي خاصه بتشنيف را معروف اللي كيكون هكا معوج هادك يا اما هو باش كنقطعو هادك الوسط يا اما كنخدمو الكاوية الا خدمت هادك وخدمت هادك المقص وخدمت الكاوية لقيت الكاوية حسنة لانه الكاوية مكتخليش دوك دوك تشنتيف فى الجنب يعني كتفيني لك دوك جنب مزيان ما كتخليش هدك تشنتيف مني كتقطعي بالمقص يبقى دوك شنيت فاتذي الخط طالعين داك شي باش خدمت الكاوية و جاتني سهل اما ممكن قدتلكم تخدموا المقص عادي مني كان نخدم مني كان نقطع هدك الوريقة ما كان نقطعش هدوك الوريقات كاملين دقة واحدة كان نقطع وريقة بوريقة هنتو ما إلا رضيتوا معايا البال كان نقطع هدك الوريقة فاش بنخدم علاش إلا قطعتهم كاملين فهذا التوب أصلا مجبت في المرمى إلا قطعتهم كاملين الترزة كدفورما أو اللارشما كدفورما كدكبار ما كتبقى الشد الحجم ديالها اللي كما هو اللهم كنقطعوا بليسة بليسة هدو الوريقة هدو حيث صغارين يني كنقطعهم كاملين أما إلا كان شي حاجة هكا كبيرة فكنقطع فقط القياس اللي غادي نخدم به كي قلتلكم هاد القادية هدين هم مهم مبزف يعني أنكم تقبوا أو لا تقطعوا القياس اللي غادي تخدموا فيه فقط وحاجة خرعة وتاني هي السرعة الماكينة يعني الماكينة خصت مشي بواحد السرعة قليلة علاش باش الخيط ما كيتقطعش أو اللا السقلي ما كيتقطعش منين كتكون يخدمه ما كيتقطع لكش الخيط بالنسبة اللي عندهم الموتور السامت راه كي يريقلوا على السرعة نازلة يعني بشوية كي يخدموا بشوية واللي ما عندهم مش راه كتراه إلا كنت سيدة متمكنة وكتترز دائما راه كتكون عرفة السرعة دي الماكينة ديالها يعني كتكون متمكنة كتكسيري وقت ما بغات وكتنقص سرعة وقت ما بغات أما بالنسبة المبتدئات يحاولوا يتلقوا يديهم مزيان في الماكينة ويتحكموا فيها مزيان هات الشرة كي يجي مع المدة أنك كتعرفي الماكينة ديالك وخاك يكون عندك الموتور الكبير أو للموتور الصغير يعني انت هي كتتحكمي في الماكينة ديالك كي ما بغيتي كتكسيري وقت ما بغيتي وكتنقصي وقت ما بغيتي سفي والطريقة باش كنخدم هي كنمشي بواحد الخطيط يعني كنمشي بواحد الخطيط بخياطة عادية حتى الجهة الخرا وكان عاو تاني نرجع معاه كنخدم العرد تاني هي بشوية كنطرز فوق منو كنطرز فوق منو هي بشوية يعني كنمشي معاه ونجي على الأقل ثلاثة المرات أو الأربعة حتى كي يبلي هادك الخيط راع مر شوية عاد عاو تاني كنمشي كنتقل الخيط عاو تاني اللي مورة هكا هاد الترز هكا يعني هو راكي شد الوقت من طبيعة الحال ولكن كتكون عنده واحد جمالية خاصة يعني كي تطرز كنخدمو دي الكوية ولكن كتبقى كي يبقى سبحالله هكا المسوس هكا اللي مخدوم بها الطريقة أو اللي مخدوم بالماكينة سانجير القديمة كتبقى عنده واحد جمالية خاصة يعني ذا كل رق دياله ولي كيعطيها هديك الجمالية هنا كما كتشوفوها انتو ما بني وصلت له هاد البلاصة هادي يعني ما كنقطعت هاش كاملة كنقطع فقط البليصة اللي غادي نخدمها هادي كنكده كنمشي بخطيه كنعود ثاني كنعود فوق منه خطيطات ارقاقين كنمشي بخياطة كنمشي بخياطة كنمشي ونجي ونعود ثانين نعود نطرز فوق منه هنا راني مزربة الفيديو باش ما ياخد ليش الوقت بزاف اما راني كمشي بوحت السرعة قليلة 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 بزاف الكاوية ضروري تكون سخونة تكون الكاوية محطوطة حداكم تكون سخونة باش دغية كتقطع لكم التوب باش ما كتخليش ذاك تشنتي في الجناب اما اللي ما عندوش الكاوية او اللي ما باش يخدم الكاوية فراه اصلا لك المقص الصغير راح قادي الغارة هو اصلا باش كي قطعوا المعلمات ديال 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 المسويسر هادك و باش كي خدموا هنا كي قلت لكم تنكد على انه الخيط ديال البواطة يكون يكون مزير ممكن ان شاء الله يلا يصر الله سبحانه وتعالى نعود نخدم لكم نخدم لكم شير شي ماخورا نخدمها لكم بذك الخيط البوليستر الى توفر في اللون اللي بغيت الى القيتو في ذك اللون اللي بغيت اراني غازي نصور لكم ان شاء الله نصور لكم به كيف شنو هدي تخدموا به الى ما قيتش الغالب الله تعالى هاد الشي اللي هنقول لكم اما الخيط ديال الطرز العادي فراه ما كي يمشيش به يعني نهائي يعني كي يخدم واحد شوية ويقطع يعني كي خصكي اما شا نقول لكم يعني كي عصب واحد طريقة حجيبة يعني من كي تكون يخدمه والخيط كي يقطع صراحة خيب زي كتعصبي هادك الخيط العادي باش كانت ترزوم قلت لكم من كي تكون يخدم به وهو تيكون رهيف بزاف يعني كي يكون غي كي تقطع من ينك تكون يخدم به الاخر التحتاني كي يكون مزير وهذاك الفوقاني وخاك تزيره ولكن كي تقطعه واصلا ذاك الخيط ديال الحرير من كي يكون يخدم به ما تنكونوش مزيرينه بزاف يعني كن رخفوه كن خدموه كنديروه كن رخفوه كي يكون مرخوف شوية اما الى كنا بنا نخدمو بهالطريقة هدي ديال المسوس فالتي يخصنا نزيرو الخيط مزيان واذا زيرنا هرا كي يبقى كي تقطع هاد الشي اللي كاين ونتمنى ان شاء الله نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وإلى عجبكم تيرو اللي جام كي نقول لكم دائما وما تبخلوش عدية بالاشتراك ديالكم ومرحبه بالاخوات الجدود اللي اللي تحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبه بكم والله يسر لكل وحدك اتعلم والله يسر لأي واحد نوي شي حاجة اللي يسرها له الطرز يعني كي بقى شي حاجة زوينة بزاف وكي بقى بحال و بحال اي صناعة كي بغي صبر يعني الصبر صبري الى بغيت تحصل الى نتيجة مزيانة وبغيت تمشي بعيد في صناعة ديالك هو انك تصبري صبري صبري وخدمي على راسك يعني نخدم ونطلقي ديال وشوية بشوية حتى كي يصطلع سبحانه وتعالى هنا من بعد ما كملت كنجيل ذاك تشنيف كنديله الكوردون من الفوق علاش كنديله الكوردون من الفوق باش كي يجي شوية من فوق وحتى مني كان قطع بالمقص اولا بلكاوية ما كي تقطعش ممكن انكم تخدموا بلا كوردون ممكن تخدمواها كهير بسقلة عادي ولكن حاولوا تعمروا هادك تشنيف يكون عامرا مزيان باش مني كتجيوك تقطعوا لانه سقلي بالخصوص الى قطعناها بلكاوية كي تقطع يعني كتبلك هكذا كل الغرزات كيتحلوا اللهم العمر مزيان باش حتى الى تقطعات الياشي بريسة كان فينها وكي بقى تشنيف ديالي عامر وصافي كان هادا هو الفيديو ديال اليومان نتمنى ان شاء الله ينال اعجاب ديالكم ولقاكم في فرصة قادمة و الى فيديو قادم ان شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة